السلام عليكم قبل قليل ونحن على الممر البحري نمارس الرياضة سألني أحد الأخوة عن مخاطر المايكروويف وذكرت إلى بأنه لا توجد مؤسسة علمية أو أكاديمية أو صحية أو رقابية أو حتى أي دراسة محكمة معترف بها في الدور العلمية تقول بأن المايكروويف مسرطن أو أنه يصدر أضرار في الأغذية التي تسخن فيه وأنه فقط ينتج موجات منخفضة الطاقة تهز الدرات فترتفع درجة حرارتها وهو ما يأينها بمعنى أنه ما يكسبها شحنات أو يفقدها شحنات كما تفعل الموجات مرتفعة الطاقة وهذه الموجات هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية راديوية منتشرة في كل مكان على اختلاف هيئاتها وصيغها هذا باختصار وهؤلاء الناس الذين يتحدثون في تلك المواد سواء كانت مصورة أو مكتوبة في وسائل التواصل الاجتماعي ويلغمون تلك المواد بعبارات مثل دراسات هم بكل أمانة لا يفقهون ماذا تأني هذه المصطلحات ونحن نؤكد هنا بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يقول بأن المايكروويذ يسبب ضرر المطلوب منك أنك فقط تتأكد بأنه يخضع لمعايير الجودة المنصوص عليها وأثناء التشغيل فقط ابتعد عنه بضع أمتار مجرد ينتهي عمل المايكروويذ يرجع الأمر إلى ما كان عليه في السابق وهذا كلام علمي وما هو آراء شخصية والآراء الشخصية إذا كانت تضمنها مثل هذه المواد التي ينشرها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وكما ذكرنا مسبقا ليس لها محل من الإعراب في الدوائر العلمية المحكمة نحن محاسبون بما نعلم ولو توفر شيء في المستقبل بسبب تغير التقنيات أو اكتشاف أمر جديد فسوف نتحدث عنه الكلام هذا صار ممل وكفى الحديث عنه كفى بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر